عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة متابعة المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر مضيفا أن الدولة تحرص على تخديم مختلف الحوافز الممكنة لتنفيذ تلك المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية ذلك ضمن توجهها لتحول نحو الاقتصاد الأخضر